بات الكبار وبعدك هنا كابت جلالة وحبيب يسأل طبعا يعني رأيكم بشكل عام في أداء المنتخبات العربية حتى هذه اللحظة يعني وتكلمنا على هذه النقطة يعني يستمر صيام المنتخبات العربية يعني الفوز باستثناء بطبع حال المنتخب المغربي خالد يعني تكلمنا المنتخب المصري بعد مبارتين لم يتمكن من الفوز تونس نقطة واحدة بعد مبارتين الجزائر نقطتين بعد مبارتين موريطانيا يعني اللي ظهرت بمستوى متميز كذلك ولكن انهزمت اليوم كذلك طبعا المنتخب المصري لازال يحفظ على الحدود الجزائر اليوم أعتقدنا أنها ستنطف الدكالية وستصحح ما قامت به في المباراة الأولى أمام موزنبيق وإذا به ماذا شاهدنا شاهدنا وأن المنتخب بدأ يركض وراء هدف التعادل أعتقد أن هناك شيء ما وتحدثنا عنه أمس حول قضية جمال بن الماضي وعلى الجانب النفسي والذيني الذي يعاني منه المنتخب الجزائري هي المشكلة ليست مشكلة فنية أو تهتيكية بقدر ما هو تداعيات الإقصاء من كأس العالم وتداعيات الخروج من الدور الأول ولذلك وكأن هناك خوف من الخسارة للاعبي للمنتخب الجزائري يحتاجون إلى تفاصيل بسيطة ليعودوا وأنا أمس كنت قد تحدثنا مع كابتن مهيب وتحدثنا مع كابتن حسن شحاتة وتحدث على أن القوة قد تأتي مع مباريات الدور الثانية هي فقط تفاصيل بسيطة تونس عنا باستفام كبير لأنه لا الشراسة ولا القوة ولا الدهاء اختفوا من منتخب مصر ولكن تحية لمنتخب الناشئ وهو منتخب موريطانيا الذي خسر بشق الأنفس المباري الأولى أمام بوركينافاس واليوم كان قريب من أن يكون صاحب الثلاث نقاط خسر بثلاث أهداف مقابل أهداف مساء الخير زميلي مدحة شدبي مساء الخير أيضا لكابتن مجدي عبدالغاني وأيضا جمال عبدالحميد في تصوري وهذا الأمر يعني هذا الأمر تحدثنا عنه هنا في الستوديو عن أداء المنتخبات العربية الذي إلى غاية الآن لغاية الأسف السناء المغرب الذي فاز وننتظر إن شاء الله أن يؤكد ذلك في مباراة الغد أمام منتخب الكونغو الديمقراطية إلا أنه على العموم بعد مبارتين لا أعتقد على أن أداء المنتخبات العربية ارتقى إلى المستويات التي كنا نسمنها وأكثر شيء لاحظنا هو أن المنتخبات العربية عموما زميلي مدحة لا تعجز عن التهديف ولكن تعجز عن الحفاظ على شبكها نظيفة هناك أخطاء ترتكب على مستوى المنظومة الدفاعية لمستوى الواجبات الدفاعية شاهدنا دمع المنتخب المصري الذي يستقبل بطريقة غريبة أربعة أهداف في مبارتين وهو بالكاد في كثير من المناسبات كان يستقبل هذا العدد أو أقل في بطولة برمتها فما بالك بأربعة أهداف أيضا المنتخب الجزائري يستقبل أهداف بطريقة نرعنا نتيجة أخطاء على مستوى الرقابة وعلى مستوى بناء العمق الدفاعي أيضا على مستوى التونس إنما أنا أريد أن أحيي المنتخب الموريطاني وإن كان اليوم يظل رصيد خالي من نقاط إلا أنه قدم مبارتين جميلتين على العموم أمام بوركينافس وأمام أنجولا كابتن مدحة لدي سؤال لضيوفك مجد عبدالغاني وجمال عبد الحميد حول مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب الكونغو شاهدنا اللقاء الأول للمنتخب الكونغولي ضد زامبيا وتعادل ربما كان يستحق أكثر من نقطة كيف تتوقعون نتيجة هذا المباراة والمستوى الذي يمكن أن يظهر به المنتخب المغربي في هذا اللقاء أجاوب؟ أتفضل كابتن جميلت شكرا كابتن طبعا الأول أنا عندي كل ثقة في المنتخب المغربي بما ظهر به في المباراة الأولى منتخب المغربي مازال محافظ على أداءه الجيد اللي ظهر به في كاس العالم في قطر محافظ على القوام العواميد الفقرية بتاعت الفريق وقادر أنه هو يعني يعمل كرة قدم حديثة وعنده إصرار وعزيمة لتحقيق شيء هو المنتخب العربي الوحيد اللي فاز بثلاث أهدف في المباراة الأولانية أعتقد أنه بالشكل أو بالأداء اللي احنا شفناها المنتخب المغرب سيذهب إلى بعيد في هذه البطولة وكل مباراة سيفوز بها المغرب يعني أنا وجهة نظري المغرب إن شاء الله سيتفوق في المباراة القادمة ضد الكونغو لأن المغرب تكتيكيا ومهاريا ومنتاليتي هو أفضل كتير من لعب الكونغو أنا بس عايز أقول أن المنتخب المغربي بان من أول مباراة هو مش بيهزر داخل البطولة مصمم على النهائي مصمم أنه هو يوصل لأدوار النهائية فأعتقد الجدية اللي لعب بها الماتش الأول مباراة كانت واضح قوي أن فعلاً ده المنتخب الرابع على العالم داخل البطولة عندنا بلغة الكرة اللي هو واخد الموضوع جد مش بيهزر داخل المنتخب المغربي بيقول لكل الفرع اللي في كل المجموعات أنا جاي وأنا موجود فأنا أعتقد أن اللي جاي يعني مش بيهزر فأنا أعتقد أن إن شاء الله بإذن الله يوصل مع المنتخب مصر النهائي بإذن الله عايز أقول حاجة يا كابتن جلال تحية كبيرة للمدارب المغربي الرائح سعيد عموتة إحسين عموتة اللي قاد المنتخب الأردني النهاردة بتعادل مع كوريا المرشحة القوية في أسيا اتنين اتنين وهو الكوريا اللي اتعادلوا معه صحيح فضل دقيقة واحدة سؤال من عندي لحضراتكم أيا كان اللي هيجاوب مصر بدون محمد صلاح المغرب بدون زياش تونس بدون المساكني الجزائر بدون رياض محرز أي من هذه المنتخبات يتأثر بشدة في غياب النجم اللي أنا قلته سؤال اللي بدو الزاكي بطبيعة الحل فضل صحباش نجو على السؤال هذي لأنك أتكلم لي على اللاعبين من مستوى عالمي يعني ما عندكش تاني ديال محمد صلاح ما عندكش تاني ديال حاكم زياش ما زال محرز نقول ما زال المستوى تاعه هذي واحد في الأوينة الآخرة ما بخاش بدكش كل مشكل اللي كان المساكني أني في شكلته هو لعب لعب موهوب ولعب اللي يعطي إضافة للمنتخب التونسي لهذا فتانضن غياب هذي اللاعبين فهو نقص في تشكيله ويعني فهي خسارة بالنسبة للمنتخب التحب بنفس القاد كابتن قبل ما نبعد عن بادو بس عشان سريعا لأنه متحة واضح إن وقته خلص عايزة سأل بادو لو تعرض عليه درب فريق في مصر هوافق ولا مش هوافق بادو الزاكي أنا أنا مو احتريف أنا مو احتريفي لكن يعني ما ملتزز مع أي فريق يمكن ينجي ندرر في مصر لأن الشعب المصري عندي مع علاقة كبيرة وعلاقة طويلة وكذلك عندي أصدقاء وأنت واحد منهم حبيبي شرفنا تمام آه والله طيب وإحنا يا كابتن نستبشر 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 خير بتواجد الكابتن بادو الزاكي معنا لأننا نذكر يعني تكلمنا كثير على بادو الزاكي كحارس مرمى لكن كمدرب وناخب وطني يعني ذهب بالمنتخب المغربي لأبعد نقطة ويتاني أحسن نتيجة في تاريخ المشاركات المغربية في كأس إفريقيا الفوز في 76 وكذلك الوصول للمباراة النهائية في كأس إفريقيا للأمم 2004 لكن كنت تعتبر من أبرز إنجازات كرة القدم المغربية قبل نشنيه كأس العالم في قاطع صحيح